يا اهلا وسهلا بكم والنهاردة هنتكلم في موضوع غاية في الاهمية هو المخاوف يا ترى انت تعرف ابنك بيخاف من ايه وتعرف لو ابنك حصل له تهديد من برة وتعرف ايه مخاوف ابنك في الحياة عموما او تعرف ايه مخاوف ابنك او بنتك في الحياة عموما السؤال ده برضو بنرجع له تاني ونبني على السؤال اولين العلاقة علاقتنا باولادنا عاملة ازاي؟ اذا العلاقة قوية جدا فانا بالتالي وبالتبعية هبقى عارف بسهولة جدا مخاوفهم باستمرار وهبقى عارف اي تهديد حصل عليهم السؤال المهم جدا طيب لما ابني يتعرض لتهديد او يتعرض لحد هدده او حد عمل معاه نوع من انواع الاعتداء اللفظي وابني خاف من حاجة معينة او ربطت في ذاكرته تجربة سيئة اعرف ازاي؟ العلاقة القوية الايجابية البناءة جدا هو هيجي يكلمني لوحده لان انا في العلاقة دي هبقى باني وفاتح اكيد اكتر من قناة تواصل ما بيني وما بين ابنائي طب انا دلوقتي مش عارف الموضوع دوت ولا هلاقة او انا مش فتح قناوات اتصال جيتك كتير بس عايز اعرف هل ابني حصل له تهديد ولا لا لان انا شفت سلوكيات شايف حاجات معينة شايفه مش عايز روح المدرسة او شايفه بيهرب من حاجة معينة وعايز اعرف السبب الطريقة الوحيدة للموضوع ده هو المواجهة والسؤال الغير مباشر يعني مش هقوله انت في حد هددك هقوله هو انت ليه مش عايز تروح المدرسة هو انت ليه مش عايز تروح المكان الفلاني حيبتدي يتكلم معايا وكل ما يبتدي يجاوب على سؤال العلاقة بقى بتاعتي هنا كام او كاب ان انا باخد خيط السؤال او باخد كل اجابة من عنده وابني عليها طب وده بالنسبة لك معناه ايه او انت ليه برضو مش عايز تعمل كده ما بين ديقتين او اربع خمس دقايق بتتكلم معايا حيبتدي يحصل عملية انفتاح حيبتدي يتفتح ويبتدي يجاوبك ويقولك فعلا المخاوف الحقيقية بتاعته فعشان تعرف المخاوف وما فيش طريقة سرية هو عارف المخاوف كويس جدا وتأكد مليون في المية ان هو عايز يقولها لان هو عايز حل المشكلته بس عايز حد يديه المفتاح ابني علاقة كويه جدا مع ابنك مش باني علاقة اسأله انت ليه مش عايز تعمل الموضوع الفلاني وتجنب تسأله انت خايف من حاجة معينة لان الولد بالذات عمره هيقولك هو خايف من ايه بس الطريقة غير مباشرة ممكن يجر معاك في الكلام شكرا واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي